بخطوات ثابتة يتحرك العراق نحو محيطه العربي والإقليمي القمة العربية الصينية كانت فرصة لعرض الرؤية الحكومية في مجال التنمية الاقتصادية وسياساتها الخارجية موقع العراق الستراتيجي ودوره الريادي في تقارب دول المنطقة وانتهاجه سياسة التوازن في علاقاته الخارجية أعطياه حضورا فاعلا في المحافل العربية والإقليمية تكتسب مشاركة سيد رئيس الوزراء في القمة الصينية العربية الأهمية من ثلاثة نقاط النقطة الأولى أن هذا حدث عربي وفي منطقة شرق الأوسط ولا بد للعراق كدولة قائدة مركزية محورية أن يكون له رأي فيما يجري وهذا حدث آني لا بد للعراق أن تكون فيه كلمة وتحديد موقف النقطة الثانية هذه القيادات تريد أن تطلع على الحكومة الجديدة وعلى رئيس الوزراء الجديد ومن فائدة رئيس الوزراء أن ينفتح على هؤلاء ويعرفهم ببرنامجه ورؤيته وبعيدا عن أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية مع بكين وأثرها على مستقبل البلاد فإن حراك الحكومة الدبلوماسي وانسجامها مع مواقف الدول العربية والخليجية قد يساهم إلى حد بعيد في تعزيز استقرار العراقي أمنيا واقتصاديا شركة العراق مهمة جدا في هذا الاتفاق خاصة أن العراق الميزان التجاري بينه وبين الصين كبير جدا يفوق باقي الموازين التجارية اثنين الصين أدهى استثمار في حقول كثيرة العلاقة مع الصين قديمة منذ السبعينات العراق كان يصدر له تومور أيضا لكن أن يجتمع العرب ويكون العراق حاضرا أعتقد هذه تكتسب أهمية أن العراق أولا يريد أن نوع اقتصادياته بوابة الصين قد تفتح آفاق الاستثمار لسوق العراق الواعدة لكن مشاركة رئيس الوزراء في القمة العربية الصينية كانت تستهدف أيضا استقطاب الشركات العربية للعمل داخل العراق من خلال تعريف الدول المشاركة برؤية الحكومة الاقتصادية وانفتاحها على المحيط العربي أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد